اشتركوا في القناة لتنجوا من عذاب الله لتفوز بالنعيم المقيم يوم القيامة في دار الكرامة دار السرور دار السعادة يقال لأهلها يوم القيامة يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسهموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تحرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا أما هذه الدار فهي دار التويرات دار الأكدار دار الأمراض والأحزان ولو طارت الحياة ولو متع الإنسان بكابل الصحة فإن المصير الموت لا أبد من الموت كل نفس دائقة الموت فدار عاقبتها الموت والزوال لا قبة لها ومن أعظم الأسباب لخشة الله وتعظيم حرماته التدبر القرآن والاكثر من تلاوته والتفكير في المصير بعد الموت ما لا يكون بعد الموت والتفكير في القبر هل يكون روضة من رياض الجنة أو حورة من حفر النار ثم التفكير بعد ذلك بعد البعث والنسور هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار فالتفكير في هذا والعلاية بهذا الأمر من أسباب خشة الله ومن أسباب تعظيم الله ومن أسباب المسار على مرار الله